لمناقشة تطورات ثورة تشرين معنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب مرحبا بك دكتور طالح مرحبا بكم على ماذا تراهن الحكومة باستمرار القمع الدموي للمتظاهرين السلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحكومة كما قدمنا في أكثر من مناسبة لا تملك إلا القمع لا تملك أي برنامج إصلاحي حتى الإصلاح هم عاجزين عنه والإصلاح نقصد به هنا الترقية ليست ثورة الجذرية التي يطالب بها الثوار المنتفضين حتى هذا الأمر لم يعد موجودا عندهم هم يقمعون ويقمعون بانتظار المزيد من القمع عسى ولعل أنه يفتون في عضد الثورة ولكن هذا الأمر لم يعد قائما لا كاحتمالية ولا كإمكانية الثورة مستمرة الشباب مستمرين عدد الشهداء دائما موجود يعني يزيد والجرحى وهناك يعني حقيقة فعل ورد فعل تحدي واستجابة لهذا التحدي لكن كما قلنا النظام يقمع لأنه لا يملك إلا هذه الأدات وهو مستمر في هذا القمع ونخشى أنه يتصاعد ويزيد هذا القمع لماذا تنفي الحكومة دائما سقوط شهداء بينما الشهداء يسقطون؟ أولا لأنهم يكذبون ثانيا لأنه لا أحد يتحمل هذا العار عار أنه شباب أعزل انتفاضة سلمية تخرج من أجل مطالب وطنية من أجل تغيير جذري ثم تواجه أنت بالقمع يعني هذه الحكومة سجلها الأسود للأسف هي قطعة الإنترنت تمنع حرية التعبير وهم يتشدقون الديمقراطية ويتكلمون عن الديمقراطية حتى ما يقترحوا من إجراءات وإصلاحات باعتبار أنهم نظام ديمقراطي يكذبون في هذا وبالتالي لا حرية التعبير بل القمع والرصاص وبالتالي لا يستطيعون أن يجرؤون أن يقولوا نحن قتلنا هم يفتقرون هم الآن يتمنون يقتلون عدد أكبر ولكن أيضا هذا فيه كما يقال بالعامية سخاب موجه لأنه تقتل متظاهرين يطالبون بحرية التعبير تمنع عنهم الإنترنت تمنع عنهم حرية التعبير إن الديمقراطية في هذا هذا هو ما يجعلهم في حيرة في خجل إذا يملكون الخجل وبالتالي هو كذب ولا يجعلهم الجرأة ألا يمنع سكوت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي تحصل باستمرار الحكومة واستمرار القوات الحكومية في قتل المزيد من المتظاهرين السلمين يعني للأسف للأسف الشديد يعني المجتمع الدولي ما يسمى المجتمع الدولي وهو بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية راعية شؤون العراق للأسف الشديد لا يتدخلون لو هذا العدد قتل في أي دولة في العالم أقل من هذا العدد لو قتل خمسين لو قتل عشرين والله كانت أقيمة الدنيا ولم تقعد يعني قبل أيام ترامب يتباهى يقول لولا أنا لضاعت هونج كونج مع العلم هونج كونج لم يحدث فيها كل هذا الذي يحدث في العراق مثلا المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لا يحركون ساكن للأسف يعطون أكثر من إشارة خضراء لاستمرار هذا النظام في قمع الثورة والدليل على ذلك فانس اليوم ناهب الرئيس الأمريكي ماذا تسرب من المكالمة الهاتفية تسرب أنه عبر عن قلقة من تنامي نفوذ إيران لكن لم يعبر عن قلقة من تصاعد أعداد القتلى مواجهة شباب عزل مواجهة ثورة سلمية لم يقل له انصط إلى شعبك ماذا يريد هذا الشعب لماذا هذه الفوضى في العراق ماذا يحدث في العراق لم تأتي هذه التسريبات فقط هو عبر عن قلقة من نفوذ إيران هو يعبر عن قلقه أليست الولايات المتحدة هي من مسؤولة عن ما يجري في العراق الآن هي المسؤولة تماما أنا اليوم قرأت تصريح لرحيم العقيلي اللي هو كان رئيس جد النزاهة سابقا قال كلاما مهما جدا ومن المطبخ مطبخ الحدث هذا رجل منهم وكان معهم ماذا يقول يقول الفساد الذي ترونه في العراق مصمم منذ عام 2003 في النظام الذي أنشئ بعد الاحتيال يعني مصمم أمريكيا أمريكيا أنا أجيب على سؤالك أنا تقول أليس الأمريكان نعم الأمريكان مسؤولين منذ اليوم الأول لا بل أزعم منذ قبل الاحتلال جراساتهم وأبحاثهم كانت تقود إلى مثل هذه النتيجة للأسف كانت تقود إلى قيام نظام بهذه البشاعة بهذه الكيفية ليس هناك تفسير آخر العراق مطلوب رأسة مطلوب تفكيكة حلة تدمير وليس هناك أفضل من هذه الشرذمة لكي تفعل بالعراق وبالتالي بعد 16 سنة من الخراب الآن هذه التظاهرات تطالب بإسقاط النظام الذي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ولم ينتج إلا الفساد والخراب والدمار هناك محاولات حكومية لكسب ولااءات العشائر محاولات اجتماع بالعشائر هناك رفض شعبي هناك حتى استهزاء على مستوى الجماهير بما تقوم به الحكومة أو هذه المحاولات لشراء الذمام كيف تعلق على ذلك؟ يعني هم طبعا هذا عملية شراء الذمام هي عملية مستمرة عملية لا تتوقف عملية لن تكون الأولى يعني ليست الأولى ولن تكون الأخيرة هذا لا يملكون إلا هذه الرشوة دفع ضعاف النفوس لكي يأتوا معهم لكن حقيقة نحن لا نقلق من هذا لأنه ما نراه في الشارع حجم الوجود الشعبي حجم الثورة النوع الدرجات الاجتماعية في الثورة سعة المتظاهرين سعة المنتمي لهذه الثورة يغطي على كل الخوانة وكل الضعاف النفوس الذين يأتون من أجل الفتات وليس إلا هل تلمس من الحكومة أنها متخبطة أنها مرتبكة في تصرفاتها؟ جدا الحكومة النظام هذا متخبط جدا لا يعرف ماذا يفعل هذه أكبر أزمة يواجهها حقيقة أزمة كبيرة هذه الأزمة خطورتها يعني هي لا تشكل خطر عسكري على النظام لأن القوة يحتكرها النظام كما نعلم هذه الثورة لا تشكل خطورة على النظام هذا النظام الإجرامي من ناحية عسكرية أو ناحية لكن النظام حائر دايخ قلق تعبان لسبب واحد لأنها أطاحت بكل مرتكزات الاحتلال لستة عشر عاما كل مرتكزات الاحتلال يعني أليس النظام قام على المحاصصة؟ أرادوا لهذه المحاصصة أن تتعمق في جذر المجتمع العراقي وإذا بهذا المجتمع من خلال ثورة عظيمة عظيمة بكل معنى الكلمة هذه الثورة لا يوجد أعظم منها في هذا العصر هذه الثورة العصر بامتياز أتت على كل مرتكزات الاحتلال ودمرت كل بناء الفكرية وبلد تاريخية كل ما تورثنا في العراق أتت عليه هذه الثورة من هنا يخافون الخوف هنا الخوف هم يحسنون أليس من الأمر؟ دعني أقول هذه الجملة فقط دكتور يعني حتى لو لا قدر الله قمعوا هذه الثورة ونجحوا في قمعها لكن لكن الشعب العراقي فلت فلت تماما من كل الخطط الأمريكية والإيرانية وخطط هؤلاء الخدم أليس الأولى بهم الآن هو احترام مطالب المتظاهرين بدل تقزيم هذه المطالب والاستهزاء بهذه المطالب ووصف هؤلاء المتظاهرين أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا كلمتين أو أن أعمارهم صغيرة وكأنهم أطفال يعني هناك استهزاء وتقزيم للمتظاهرين ولمطالبهم هناك وثائق أو مثلا اجتماعات أو اتفاقيات أو بيانات عقلتها الحكومة بما تسمى وثيقة الحكيم وغيرها من المحاولات أليس الأجدر والأولى بالحكومة؟ أمام هذه الخطورة التي تعترضها الآن أن تصحح سلوكها تجاه المتظاهرين لماذا هذا الإصرار على تقزيم طالبهم؟ يعني أنت قبل قليل تقول لماذا لا يحترمون؟ من يحترم يحترم هذه عملية متبادلة يعني كما يقال كل ينفق مما عنده أنت تمشي في الشارع تجد ناس مؤدبين محترمين تجد ناس غير محترمين أنت ماذا تفعل؟ أنت تتصرف من وحي تربيتك هؤلاء لا أخلق لهم هؤلاء يعني كما يقال كل عيوب الشرع فيهم هؤلاء فعلوا الأفعيل فعلوا في المجتمع العراقي بل فعلوا نحن لسنا لا نتكلم بطائفية عندما نقول قاعدتهم الانتخابية كما هم يقولون فعلوا بهم الأفعيل هؤلاء ليس لهم ذمة ليس لهم مجدان يكذبون كما يتنفسون تريد منهم أن يحترمون تريد منهم يكذبون والإنسان يعني ممكن كل شي يفعل كل شي ممكن يفعل ألا الكذب وهؤلاء يكذبون كما يتنفسون تتوقع يعني من بعد خطبة المرجعية يوم الجمعة بأن هذه عمليات القمع والدماء وما يجري في ساحة التظاهر هناك تحذير من قبل ممثل المرجعية للحكومة لأنه ربما سيقول الحكم للغير ماذا يقصد بالغير يعني هل المهم الدماء الزيقية التي تسقط على أرض التظاهرات أم أن المهم لدى المرجعية من الذي سيحكم يعني هذه منطقة محظورة لكننا ندخل فيها بشيء من التفصيل البسيط يعني أول شيء لنكون واضحين أنا قلت قبل قليل أخبر ما يواجه النظام الآن من هذه الثورة هي أنها ثورة اجتماعية فكرية ثقافية أتت على كل مرتكزات الاحتلال بل على تاريخنا القديم اللي فيه من التناحرات والكذا هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أن هذه الثورة ثبتت مرجعية واحدة للشعب العمامة الوحيدة التي تقع فوق الرؤوس العراقيين هي دولتهم الوطنية هذا الأساس وبالتالي عندما يقول فلان أنه سيقول الأمر إلى آخرين هذا للأسف كلام مردود عليه الآخرين من هم الذي يقصد من جهة نظرك؟ يعني يعني ماذا نقول؟ كلام طائفي هذا هذا كلام طائفي هو يقصد فيه طائفة أخرى يعني كلام عيب والله يقال وهذا كما أنت قلت قبل شوية بالسؤال السابق قلت لماذا لا يحترمون المقابل؟ هم لو عندهم احترام لهذه الثورة لما قالوا هذا الكلام لما قالوا هذا الكلام يعني كان بإمكانه أن يقول كفى سفكاً للدماء كفى سفكاً للدماء لأنه هؤلاء شعبنا وهؤلاء أهلنا وهؤلاء شبابنا كفى سفكاً للدماء إذا استمرت سفك هذه الدماء فأنتم زائلون هكذا يقول أنتم زائلون هذا النظام سيسقط ولا يحدد الجهة الأخرى والآخر هذا كلام يعني يعني لا يمكن أن يقال ولكن من قاله هو يثبت أنه هو في الثورة المضادة فالطرف ليس في طرف الآخرين الآخرون من؟ هي الثورة وشبابها والعراق كلهم الثائر المنتفض على الآخر اللي هو الثورة المضادة أخيراً هل تعول على المتظاهرين وعلى ثورتهم في تغيير الواقع في العراق الآن؟ الواقع أصلاً تغير في الواقع نحن كما قلنا الواقع تغير يبقى تغيير النظام أنا قبل قبل كم يوم قل الكلام ليس هناك أحد على الإطلاق حتى دوائر المخابرات لم تكن تتوقع أن تقوم هذه الثورة بهذه الكيفية لا أحد لا أحد يدعي البطولة ويقول أنا توقعت أنه ثورة بهذا الحجم بهذه الكيفية بهذه المفاهيم أبداً لا يدعي أحد فإذا كان أحد لم يتوقع أن تقوم هذه الثورة ثم قامت رغم عدم وجود أي توقع النصر قادم حتى بدون أي توقع نشكرك شكراً جزيلاً ضيفنا في الستوري والكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب شكراً لكم